أهلا بحضراتكم من جديد ونستكمل بع بعض المحتوى الموجودة على السوشيال ميديا لأنه كمان فيه توقعات بخصوص التشكيل المتوقع والرؤية الفنية ويمكن المواقع الراضية عبر السوشيال ميديا تنبأت واتكلمت على هذه الجزئية نبدأ مع بعض من التشكيل المتوقع للأهلي في نهاية إفريقيا من الصفحة الرسمية ليلا كورا على تويتر شايفين أن التشكيل الرسمية مش هتخرج عن محمد الشناو في حراسة المرمى خط الظهر من اللي ميل الشمال محمد هاني زهير أيمن علي معلول زهير أيصر اتنين مساكين ياسر إبراهيم أيمن أشرف اتنين وسط ديفندر عمر السلية حمد فتحي أماهم محمد مجد أفشا وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن طيب الصفحة الرسمية أيضا كمان ليلا كورا لكن على الفيسبوك نشروا أن موسيماني اجتمع بمروان محسن وأليو باجي لمدة 20 دقيقة واتكلموا على فكرة المحاضرات الفنية والاجتماعات والتعليمات الفنية الأخيرة في مسألة الناحية الهجومية مع مراوان محسن وأليو باجي وإن شاء الله الاتنين يقدموا أقصى جهد في هذه المباراة طبعا يلا كورا اتكلم على فكرة أن موسيماني تعليماته الفنية وتعليماته بالنسبة الرأسية الحربة استغلال أنصاف الفرص هذه المباراة بالتأكيد الفرصة فيها مهمة جدا وبتتقررش كتير فكلها تعليمات بالتأكيد بتبقى مهمة جدا لكن في النهاية عنصر التوفيق والملعب إن شاء الله يكون فيه تفاصيل تانية تكون إضافة قوية جدا للنادي الأهل